دي جيبورتستاكس إباراشون مفاجأة عيد الميلاد دي إباراشون وهي المفاجأة در جيبورتستاك وهو عيد الميلاد ماري هات هويته جيبورتستاك ماري عندها اليوم عيد الميلاد در جيبورتستاك هو عيد الميلاد وصديقها المفضلان ماريا وطوم إير هو ضمير الملكية هي هي يعني أصدقاؤها ولماذا أضفنا إي؟ يعني إير لأن عندنا الجمع إير هو ضمير الملكية هي الفيل هو إبارشن يعني فجأة يفاجئو متأينا بزندرن جيبورت ستاكس بارتي يعني بحفلة عيد ميلاد خاصة أو مميزة دي جيبورت ستاكس بارتي هي حفلة عيد الميلاد بزندر يعني خاص أو مميز زي ميشتن زي شاشتالن يعني يودون يعني سعيدة أو فارحة ابتهجة دي يبغاشن وهي المفاجأة آتية من الفعل يعني فاجأ يفاجئو يعني يودون أن يتأكدوا أن ماري سوف تكون سعيدة أو فارحة مبتهجة مصرورة بالمفاجأة ماريا إغنرت زيش دارندس يعني ماريا تذكرت أن زيش إغنرن أن يعني تذكر فعل إنعكاسي يكون معه حرف جرآن وهو بلوس أكوزاتيف أن ماري تحب قراءة الكتب لست هو الفعل لازن يعني قرأ يقرأه هو فعل غير منتظم بيشة دي بيشة وهي الكتب غير أو غيرن نستخدمها عندما نريد أن نعبر أننا نحب أو نستنتع بالقيام بشيء ما زيش لكت فور يعني هي تقترح الفعل هو فورشلاجن يعني اقترحة يقترح فعل منفصل لماذا ننظم حفلة عيد ميلاد لي ماري ونهديها الكتب الفعل هو فعل بلوس داتيف وبلوس أكوزاتيف كذلك يعني أهدا يهدي عندنا هنا إيه يعني ضمير شخصية في الداتيف لماذا قلت بأن شينكن بلوس داتيف وبلوس أكوزاتيف بمعنى الشخص في أغلب الأحيان عندما يكون عندنا فعل بلوس داتيف وكذلك بلوس أكوزاتيف يكون الشخص في الداتيف يمكننا التركيز على كتبها المفضلة الفعل هو فعل بلوس أكوزاتيف معناه ركز على يعني مفضل عندما تريد أن تعبر شيء ما مفضل عندك تقول ليب لينكس ثم تكمل بالشيء المفضل عندك وخبز كي كتعيد الميلاد لديدة باكن يعني خبز زفع بلوس أكوزاتيف ليكا يعني لديدة دي جيبورتستاكستورت يعني كعكة عيد الميلاد دي تورت وهي كعكة يمكننا أيضا أن نعزم بعض الضيوف للحفلة دي جيست يعني الضيوف أين با يعني بعض أين لادن تسو فعل يعني عزمالي عندما تعزم شخص ما مثلا لحفلة أو عيد ميلاد أو عرس تسو دائما بلوس داتيف يعني أين لادن تسو بلوس داتيف ولكن الفعل أين لادن يكون بلوس أكوزاتيف إذن حرف جردسو هو الذي بلوس داتيف ولكن أين لادن بلوس أكوزاتيف دي فوربغيطungen بيجنن يعني التحضيرات تبدأو دي فوربغيطungen هي التحضيرات الفعل بيجنن يعني بدأ يبدأو ماريا حات إيرى لبلنكس بيشا ألس جيشنك جيكاوفت ماريا إشترت كتبها المفضلة كهدية الفعل كوفن هنا في الماضي ومعنى إشترا يشتري داس جيشنك يعني هدية دي جيشنك يعني هدايا دي جيشنك وتهتم أو تعتني بأنها يعني الهدايا مغلفة بشكل جميل الفعل زرغن فيو هو فعل بلوس أكوزاتيف حرف جر فيو يكون دائما بلوس أكوزاتيف معناه تكفل بي اعتنى بي أو اهتم بي الفعل فرباكن يعني عبأة أو غلفة عندما تغلفوا مثلا الهدايا دي جيشنك فرباكن يعني تغليف الهدايا توم باكت دي تورتة مت ايرم ليبلنكس جيشمك توم يخبزو كعكة بي نكهتها المفضلة دي جيشمك وهي النكهة يعني في المساء ينتظرون فعل معناه انتظر ينتظر شخصا ما أو شيئا ما فعل بلوس أكوزاتيف جيشبانت يعني بلهفة بحماس ينتظرون مغي بلهفة أو بحماس يعني عندما فتحت مغي الباب يعني الباب هو الفعل أفنا ومعناه فتحه يفتحه هو فعل بلوس أكوزاتيف ومعناه هنا عندما بالكاد استطاع التصديق دالك كاوم يعني بالكاد فصل فعل معناه في هذا السياق صدق أو استوعب يعني بالكاد استوعبت أو صدقت دالك كونت هو الفعل كونن في الماضي ومعناه استطاع يستطيع وهو من الأفعال المساعدة يعني هي مسرورة أو فرحة بالكتب و الكعكة جيش فخوين ايبا تستخدمها عندما تكون فرح أو مسرور بشيء يحدث في الحاضر أو حدث في الماضي بينما جيش فخوين اوف تستخدمها عندما تكون تتطلع إلى شيء سوف يحدث في المستقبل رحلة أو حفل أنت متحمس إليه دي مت كرسن إرلوشتت يعني المضاءة بي الشموع دي كرسن هي الشموع الفعل إرلوشتن يعني أضاء إرلوشتن ماريا زاكت يعني تقول ماريا يعني ماريا لقد حضرنا لمفاجأتك الفعل هو معنى حضر لي أو جهز لي الفعل هنا هو يعني تمنى أو أمل الفعل هو فعل غير منتظم معنى أعجب هو فعل لذلك عندنا دي ضمير شخصي أنت أو أنت في الضاتف زي بيجينن دامت دي طورت سو جنيسن يعني بدأوا بالاستمتاع بي الكعكة بيجينن مت يعني بدأ بي بيجينن مت الفعل جنيسن معنى استمتع يستمتع فعل بلوس أكوزاتيف ويجينن مت ويجينن مت يعني والتحدد أو تكلم عن الكتب الفعل سبراشن اوبر يعني تحدث عن سبراشن اوبر ماري است اوبرغلوكلي يعني ماري في غاية السعادة اوبرغلوكلي يعني في غاية السعادة يعني وتشكروا جزيلا ماريا وتوم يعني شكرا يشكروا يعني جزيلا بعدما أكلوا الكعكة يعني أكلوا يأكلوا يتبادلون الهدايا الفعل يعني تبادل أوستوشن